سيد رزق الله خوثير بالنسبة لأجهزة التشويش هي ليست موجودة في الأقسام الخاصة أو المراكز إجراء الانتحانات هي فقط موجودة في مراكز الأخرى لا هذه أجهزة التشويش الداخلة في بروتوكول تأمين المعتمد من طرف وزارة الداخلية لأنها هي التي تشرف مباشرة على كل هذه الإجراءات هذا تم اعتماده ضمن المخطط الأمني السابق في السنة الماضية بالنسبة لمراكز حفظ المواضيع وكذا مركز طبع المواضيع المركز البرق عددها 66 مركزا هكذا المراكز لا مركز تصحيح مركز تصحيح تقريبا بالعدد كان في المراكز الامتحان موجودة في المستوى أغلبها موجودة في قطاع الشرطة بالمحيط الحاضر وبالتالي فأغلبية المراكز هي تقع تحت سلطة وتأمين الشرطة ترجمة نانسي قنقر